أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوي ذو مروة فاستوي وهو بالأفق الأعلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمرونه على ما يريه ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهي عندها جنة المأوي إذ يغش السدرة ما يغشي ما زاغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبرين أفريتم الآت والعز ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثي تلك إذا قسمة ضيزي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدين أم للإنسان ما تمنين فلله الآخرة والأولي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنس وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغثرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون إمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفريت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسي وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخر وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثي من نطفة إذا تني وأن عليه النشأة الأخري وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعري وأنه أهلك عادني الأولي وثمودا فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغي والمؤتفيك تأهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولي أزفت الآزفه ليس لها من تون الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولم تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا